موسيقى مشاهدين مشاهدتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية لإصلاح سياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها وفي هذا السياق سياق الإصلاح التشريع الضخم تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات القتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم وتشدد هذه الحزمة من الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها هذه القوانين الجديدة أثارت انتقادات من جانب الجمعيات المعنية بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية حكومات اليمين المتطرفة التي اعتبرت هذه الإجراءات وهذه الحزمة وهذا الإصلاح برمته ضعيفا للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الأستاذ عبد الرحمن عمار السحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية ومن مدريد ينضم إلينا الأستاذ محمد مدن مراسل ميديان متخصص في الشؤون الإسبانية والأوروبية أهلا بكم ضيفي الكريمين من برلين عبد الرحمن عمار ما المضمون الحقيقي لحزمة الإصلاح التشريعي لسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بداية المصدقة على هذه الإجراءات دام عشر سنوات أي منذ 2014 تاريخ دخول موجات كبيرة من اللاجئين السوريين وصعود اليمين المتطرف في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وأعمال إرهابية ورأ بعضها لاجئون قدموا إلى دول الاتحاد الأوروبي دفعت دول الاتحاد إلى محاولة تذارك الأمر وأبرز ما جاء في هذه النقاط أولا أن الأوروبيون يريدون تشديد المراقبة على حدودهم محاولة التصدي لموجات المهاجرين واللاجئين حتى لا يدفعوا طلبات اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي بل في دول العبور وثالث شيء هو خطوات ردعية كذلك لدول كانت ترفض إلى حدود الوقت مبدأ المحاسسة في توزيع أعداد اللاجئين إذ صار ملزما عليها عندما ترفض ذلك أن تدفع أموالا للبلدان التي تستقبل العدد الأكبر ونخص بالذكر إسبانيا، إيطانيا، اليونان ودول أخرى في الداخل الأوروبي كألمانيا وهي إجراءات طبعا تأتي بعيد أو قبيل انتخابات أوروبية لأن تطبيقها يدخل في 2026 يعني خطوة سياسية بامتياز شكرا لك عبد الرحمن عمار، أستاذ محمد مدن من مدريد صحيح أن هذا الإصلاح التشريعي العميق في سياسة الهجرة واللجول في الاتحاد الأوروبي دام عشر سنوات وظل مثيرا للجدل لكن من الواضح أيضا أنه حتى بعد تبنيه على المستوى المؤسساتي لا يزال يثير الجدل هناك راضون عنه، هناك متحفظون عليه، هناك جمعيات حقوقية تحذر لماذا؟ بالتأكيد أعتقد أن الخلال كامن في نوعية النظرة التي تبلور باتجاه الهجرة نحن يجب حينما ربما نتحدث عن الهجرة الآن وفي هذا الوقت يجب أن نستحذر معطى أساسي وهو أن صعود اليمين المتطرف يعني بدأ لافتا في المؤسسات الأوروبية في المؤسسات الحكومية وبدأت تتحول بشكل لافت أيضا ورقة الهجرة كورقة انتخابية حاسمة دعني أتحدث وأنا هنا من إسبانيا أن الحزب في إقليم كتالونيا الذي فاز بمقعدين واستطاع أن يدخل البرلمان الكتالوني لأول مرة هو حزب أليانسا كتالونيا يعني بنى كل حملته الانتخابية على مناهضة الهجرة المسلمة إلى إقليم كتالونيا وتوجهت أيضا الانتقادات الكبيرة حول فوندرلاين في حديثها حينما تحدثت عن عقدها لتحالفات إقليم مع قوى يمينية متطرفة داخل الاتحاد الأوروبي أعتقد أن هذا ما يسمى بسياق ظرفي يستحكم في مسألة تصور مسألة الهجرة ووجود يمين متطرف يضغط باتجاه تشديد الهجرة وتشديد القوانين ضد الهجرة ثم بالإضافة حتى القوانين التقليدية لا يوجد في الاتحاد الأوروبي هناك نظرة من تحاول أن تتحرر من سلبيات هذه النظرة لا بد أن الهجرة منظور إليها دائما من منظور أمني أعتقد أن هناك جدارات كبرى إسمنتية خطابية وأيضا حتى على مستوى الواقع تستثمر معظم نسبة الاستثمار المالي التي توجه باتجاه الهجرة هي تتجه نحو بناء كثير من الجدران وكثير من الحواجز سيد محمد المدن عدنا على المقاطعة هذا الإصلاح في حد ذاته يشكل تحول في أي اتجاه في المقاربة وفي التعاطي مع المهاجرين يعني دعنا نقول أنه تحول يعني يحاول أن يمنح مثلا تسهيل الإقامة بالنسبة للمملكون وثائق القامة التركيز على البورقراطية الإدارية ولكن يظل نفس الخطاب من حيث مثلا التعامل مع الهجرة كخطاب إيجابي دعنا نركز على أنه طبيعة الرؤية التي ننظر بها إلى الهجرة هي رؤية سلبية مثلا نحن حينما نتحدث عن الهجرة لا نقصد البريطانيون مثلا في إسبانيا لا نقصد البريطانيون الذين يأتون ويعيشون داخل إسبانيا لوقت كبير جدا ويؤمنون تقاعدهم وفترة الاستراحة إلى غير ذلك هذا غير واردين في تصور الهجرة مع أنهم مهاجرون يبحثون عن ملاذ آخر يبحثون عن ملاذ مثلا عن مستوى الصحة عن مستوى الجو ولكن الاتجاه آخر دعني أقول وبصراحة تحكمه نظرة أمنية تهديد الثقافي التهديد الاقتصادي وجود خاصة رؤية الشمال نحو الجنوب إذا أردنا أن ندقق هذا المصطلح يعني أنا حتى إذا سمحت لي مع طلبتي نشتغل عن النوع من المنطق الذي كان يوجه النظرة إلى الجنوب وإلى الآخر يعني هي بالأحيان يجرى اقتصادية ذلك الفقير الآتي من الجنوب وأيضا ذلك ربما المحمل بأفكار دينية الآتي من الشرق لا أعتقد أن رؤية الغرب باتجاه المواجد تخرج مهما كانت القوانين إذا كانت رؤية المشرع تستند إلى الهجرة بهذا التصور على الرغم من أن الحاجة القائمة إلى الهجرة واضحة جدا هناك أزمة في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الزيادات إلى الولادات إلى الأفراد هناك كثير من الجامعات تتشك أنه ربما لن يكون في وقت قصير هناك فئة من الشبان من يستطيعون أن يلجون الجامعات في الدول الأوروبية وأن من يقوي هذا السند هو الهجرة ولكن مع ذلك لا يحضر هذا المكون في بناء سياسة الهجرة تقوم بشكل أمني بتصور أمني واضح والأسف هذا هو الذي يؤثر على السياسات وعلى التصورات وعلى الأفكار شكرا لكم سيد محمد المدى أن أرجو أن تبقى معنا سيد عبد الرحمن عمار طبعا لحظة التصويت في حذاتها وتبني هذا التشريع تبرز طبعا التباينات بين الدول وأنت تحدث عن دول مستفيدة نسبيا دول متضررة دول برازة طبعا خطاب الحكومات القومية وحكومات اليمين المتطرف هل يؤشر ذلك على أنه سيتسم تنفيذ هذا التشريع بالسلاسة الضرورية على مستوى الاتحاد وأن المشاكل التي عاينناها في السابق فيما يتصل بالمحاصصة فيما يتصل بالتعامل مع الحدود وغير ذلك سيتم تجاوزها حقيقة من المستبعد محمدا يتم تجاوزها الخلافات في السياسة الخارجية بشكل عام للاتحاد الأوروبي اتسمت في السنوات الماضية بالانقسامات اتصرنا دولا في شرق القرى نرى دولا في شرق القرى تعارض غالبية التوجهات بولندا المجر رفضت الاستجابة لمطالب بروكسل بتطبيق الكثير من الإصلاحات ومشهد أن يرفض المجر مثلا مستقبلا دفع أموال لإيطاليا مقابل عدم التزامه بأخذ حصته من اللاجئين سيناريو غير مستبعد جدا وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي رغم ذلك تحاول الدول الأخرى أن تنجح إلى حد ما هذه الاتفاقيات ولو مرحليا لأننا نتحدث عن لحظة انتخابي حاسمة في شهر يونيو القادم والتعويل هنا أيضا على دول العبور التي تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تصنفها دولا آمنة وبالتالي رفض كل طلبات التي تأتي من تلك البلدان ويبقى العنوان الأبرز حسب الكثير من الحقوقين هنا أن دول الاتحاد الأوروبي تريد أن تتملص كلية من حق تقديم طلبات اللجوء على أراضيها والحجرة غير النظامية يرى أخرون التي هي مدفوعة بتغير المناخ التي تتسبب فيها أيضا دول الاتحاد الأوروبي الكثير من الأزمات التي تقف أيضا بعض دول الاتحاد الأوروبي خلفها بشكل مباشر أو غير مباشر يعني هي محاولة لدفع المشاكل الاتحاد إلى الأمام دون خطة توافق عليها أصلا دول المنشأ ودول العبور كشرت من شروط إنجاح هذه الاتفاقية طيب هل هناك طبعا بذلكم الطموح الأوروبي إلى أن تكون هناك دول ثالثة تتكلف بالمعالجة بمعالجة الملفات أين تبت نجاح ذلك حتى يعتمد الآن كركيزة أساسية لمنظور أوروبي لتدبير سياسة الهجرة واللجوء في المرحلة المقبلة؟ الكثير من الدول محمد رفضت ذلك على رأسها المغرب الذي يرفض أن يكون دركي أو شرطة أوروبا لكن الاتحاد يعول على عقد اتفاقيات ثنائية وليست تكتل ككل ونذكر هنا زيارات رئيسة وزراء إيطاليا إلى تونس وإلى مصر وأيضا الاتفاقية المبرمة بين لبنان والقبرص واتفاقية مماثلة مع موريتانيا إلى حدود الآن فشلت هذه الاتفاقات وحتى إذا عدنا إلى اتفاق كان يضرب به المثال هو الاتفاق مع النيجير شمال النيجير في منطقة جدز كان يتكتس المهاجرون غير النظاميون الذين يتم ترحيلهم سيناريو آخر بريطانيا أوغندا كلها فشلت إنسانيا وفشلت رواندا وفشلت عمليا وبالتالي فالأوروبي لا يريدون أن يذهبوا إلى حل المشاكل التي تدفع إلى الهزرة كالفقر تغير المناخ الاترابات كل هذه القوانين لن توقف موجات اللجوء والهزرة غير النظامية إلى أوروبا وسنرى للأسف مشاهد ستتكرر هو غرق لكثير من المهاجرين غير النظاميين في عرض المتوسط وتتحمل فيه كما قضت محاكم أوروبية خفر السواحل الأوروبية مسؤولية في ذلك تتركهم يواجهون مصيرهم أو أحيانا تدفعهم إلى الغرق كما قضت محاكم أوروبية سابقا شكرا لك عبد الرحمن عمار أستاذ محمد مدن هل من الضروري استحضار سياق الانتخابات الأوروبية في فهم الطريقة التي أو المسار الذي سيأخذه تأخذه سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي لا سيما أن استطلاعات الرأي تقول أنه من الوارد جدا أنه اليمين المتطرف قد يحقق مكاسب أو تكون هناك موجة من اليمين المتطرف في المؤسسات الأوروبية نعم بالتأكيد هذا الإطار التأويلي الذي تحتد زميل العزيز هي في الحقيقة مستحكم إلى حد كبير ربما حتى الأحزاب التقليدية التي كانت لديها موقف معتدل بخصوص ملف الهجرة مثلا بدأت الآن تتنافس مع الأحزاب اليمينية في تبني خطاب معادي في هذا الاتجاه أعطي مثال دائما وأعود إلى إسبانيا لأنها عاشت انتخابات إقليم كتالونيا فقط نهاية هذا الأسبوع نجد أن الحزب الشعبي الذي رغم أنه يميني محافظ مع ذلك لديه مقارنة مع فوكس خطاب معتدل نسبيا باتجاه الهجرة كيف لاحظنا أنه شدد مدون تحدثت عن إسبانيا عدر عن المقاطعة ما جار في بروكسل وما جار من تبني للمشروع برمته يخدم سانشيز أم لا أعتقد نعم إلى حد ما هناك أشياء تخدم سانشيز لأنه منحت بعض الامتيازات أو تسهيل القوانين بالنسبة إلى الذين يقيمون في إسبانيا وبالنسبة للذين مثلا لديهم وتأقام تجاوز هذه ما يسمى البيروقراطية أو غير ذلك ولكن في الاتجاه الآخر هناك قوانين عامة ينظر إليها بانتقاد دعني أقول مثلا بيدرو سانشيز خطابه بخصوص الهجرة هو خطاب يعني إيجابي ينظر إليه على أنه إيجابي خصوصا أن حكومته الاتلافية فيها قوى يسارية تضغط وهناك عريضة مدنية في إسبانيا لأن تكون هناك تسوية شاملة لكل المهاجرين غير النظاميين نعم بما في ذلك وقعت عليها حتى مثلا مؤسسات مسيحية دينية ربما لهذا والتفسير الذي جعل الحزب الشعبي يدعم هذا القانون الجديد قانون التسوية الذي تقدم به البرلمان إلى حد ما إسبانيا وحكومة بيدرو سانشيز منحت تصورا إيجابيا عن الهجرة نتذكر حينما كانت الحكومات الإيطالية اليمينية كانت تغلق الأبواب أمام التدخل إنقاذ المهاجرين في إقليم في المياه المتوسط كان بيدرو سانشيز استقبل السفينة وأيضا بعث بإنقاذ ليتجاوبوا هناك حراك مدني إنساني في الحقيقة يدافع عن هذه الإجرة لكن صناعة القرار هو محكوم بهذا الشرط الذي أشرت إليه بمعنى أن الانتخابات يكون هناك نوع من البرغماتية نوع من البحث بأي ثمن عن كسب الأصوات والورقة ورقة الهجرة للأسف هي ورقة مربحة إلى حد بعيد في بعض كيف يمكن حزب مثل سيودادانوس ربما تلاشى لديه أزمة ولكن مع ذلك يتلاشى ويخرج نهائيا من البرلمان الكتالاني في حين أن أليانسا كتالانيا والحزب اليميني والانفصال واليميني المتطرف بنى كل خطابه على مهاجمات الكتالانيين من أصول مسلمة أو مهاجرين مسلمين في إقليم كتالونيا وحصل على مقعدين يعني هذا رقم لافت بالنسبة إلى هذا الضرف الذي ظهر فيه هذا الحزب وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الأوروبية أعتقد هي شرط حاسم أيضا في توجيه خطابات كل الفاعلين السياسيين نحو هذا يعني نحو هذا اليمين الحزب الشعبي ولا الأحزاب اليمينية بصفة عامة في أوروبا وأعتقد سيكون هذا نحن رأينا ربما العلامة الأولى هي مقالة بوردنلاين هذه الأيام بتحالفها بقبولها إمكان التحالف مع القوى اليمينية المتطرفة يعني في الاتحاد الأوروبي وسبب لها هجوم ونقد من حكومات معتاذلة أو حكومات يسارية في دول أوروبية أعتقد أن الانتخابات هي من بين المناسبات التي تستثمر فيها اليمين المتطرف هذه الخطابات وتضغط باتجاه تشريع قوانين ترسخ هذه الرؤية السلبية باتجاه المهاجرين سفعان شكرا لك أستاذ محمد المودن أستاذ عبد الرحمن عمار هل هذه الحزمة من عشرة قوانين أتحدث من الذاكرة عشر قوانين في إصلاح التشريع الأوروبي فيما يتعلق باللجوء والهجرة هل هي عتبة تقف عليها الأحزاب اليمينية للانقضاض على المؤسسات البرلمان الأوروبي هناك هذا الشبح شبح اليمين المتطرف ماثل بشكل قوي ومخيف في ألمانيا في فرنسا في عدد من محركات التأثير في الفضاء الأوروبي نعم محمد بكل تأكيد عندما أرى الحملات الانتخابية في شوارع العاصمة الألمانية بيرلين هنا كما في عواصمة أوروبية أخرى تسود فيها موضوعات الهزرة واللجوء لكن تتهم حتى هذه الملسقات بالعنصرية لأن هذا المهاجر هو عربي أو مسلم أو أسود من إفريقيا ولا أحد يتحدث مثلا عن المهاجر أو طالب اللجوء الأوكراني الذي فتحت له الأبواب هنا في دول الاتحاد الأوروبي يعني هناك أيضا نظرة مدشوعة ببعض العنصرية لأن غير المرغوب فيه اللاجئ والمهاجر غير النظامي القادم من تقافات معينة ثانيا على مستوى القوانين إذا رأينا زورج ياميلوني رئيسة وزراء إيطاليا لما كانت في المعارضة كانت تعد بحل المشكلة ولما وصلت إلى سدة الحكم ضلت ضلت المشكلة عالقة لأن المشكلة اليمين المتطرف حتى إذا وصل إلى السلطة لن يحل مشكلة الهزر واللجوه لأن هناك شركاء متعددين هناك عوامل متعددة وهذه مشكلة القوانين داخل الاتحاد الأوروبي هي ضرفية تفكر في لحظات انتخابية معينة ولا تذهب إلى العمق سواء في حوارها مع الشركاء دول المنشأ ودول العبور بشكل أعلى شكرا جزيلا لك عبد الرحمن عمار الصحفي المتخصص في الشأن الألماني والأوروبي على كل هذه التوضيحات من مدريد الأسد محمد مدن مراسل ميديان متخصص في شؤون الإسبانيا والأوروبية شكرا لك على كل هذه التوضيحات شهدين الكرام بإمكانكم العودة دائما إلى هذه الحلقة على موقعنا الالكتروني ميديانتيفي على قناة ميديانتيفي على يوتيوب وعلى المنصات الاجتماعية الرقمية الأخرى شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة